الجاذبية إنها تتحكم بالكون جميع الأشياء تجذب بعضها أخ وأنت أو في هذا الدرس سنشرح الجاذبية بالنسبة للزمكان بالأحرى الزمكان للجاذبية كنا نتعامل مع أشياء تتحرك بسرعة ثابتة مع خطوط عالم مستقيمة في الزمكان وعندما تضيف الجاذبية إذا قمت بقياس السرعة وأعدت القياس بعد فترة قد تكون السرعة قد تغيرت بعبارة أخرى الجاذبية تسبب تسارعاً لذا فنحن بحاجة إلى تغيير شكل خط العالم بين لحظة وآخرى كما رأينا في الدرس الماضي فأن أفضل طريقة لإيمالة خط عالم جسم ما هي باستخدام تحويل لورينس خدعة التمدد والضغط التمثيل ما تفعله الجاذبية بحركة طوم ننشئ مجموعة كاملة من رقع الزمكان كل واحدة متحولة بنسب مختلفة ويكون خط عالم بزاوية مختلفة وعندها نكون جاهزين لنخيطها معاً نجمع بطانية من الزمكان حيث تكون خطوط العالم منحنية وحيث تطلاق خطوط العالم تتصادم الأشياء وبوصل هذه الرقع مع بعضها البعض يتكون جسم منحن في الزمكان بحد ذاته لكن عبقرية آينشتاين الحقيقية كانت بوصفه بدقة لكيفية تمدد وضغط كل رقعة وفقاً للكتل والطاقة المحيطين بها مجرد وجود الأشياء يحني الزمكان وانحناء الزمكان يحرك الأشياء حوله وفقاً لآينشتاين هذه الجاذبية سابقاً قام إسحاق نيوتون بشرح الجاذبية باستخدام فكرة القوة والتسارع من دون الزمكان ولاقى نجاحاً ولكن نظرية آينشتاين كانت أفضل منها بتنبؤ مدارع طارد حول الشمس أو بتنبؤ كيف تحرف الأجسام الضخمة الأشعة الضوئية نظرية آينشتاين تتنبؤ بأشياء لم تكن موجودة في النظريات القديمة حيث كان المكان والزمان والجاذبية منفصلة عن بعضها الخياطة يمكن أن تترك تجاعد في مادة الزمكان والتي تدعى بموجات الجاذبية والتي يمكن رؤيتها كتمددات وضغط صغيرين متكررين ورقيقين في المكان لذا نقوم بتجارب للتأكد من وجودها ودليل غير مباشر اكتشف مؤخرا في أنماط استقاب الضوء الناتج عن الانفجار العظيم تشير بقوة إلى أنها موجودة ولكن رغم نجحات آينشتاين عندما تتركز العديد من الأشياء في مكان صغير جدا نحن بحاجة إلى صورة جديدة للزمكان تشتمل على ميكانيك الكم لكشف السر في قلب الثقب الأسود ما يعني أنه هناك الكثير لنكتشفه عن المكان الزمان والزمكان في المستقبل اشترك في هذه القناة ولا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة